قاضية الوكلة دي كبيرة محتاج أن أعود نتكلم عليها لأنه أصبح الوكلة فعلاً لهم دور في انتقادات المدربين واللعبين يعني دي بقت مشكلة كبيرة ورؤسالاً دي لا مشاركين بقى رؤسالاً بتشير رؤسالاً دي وتجيب رؤسالاً دي او الله العظيم لا بتهزر او الله العظيم بكلمة بجد الجديدة دي كنتم زي في وكلة بتجيب رؤسالاً دي عرفاناً بتعاقد معي عريق بتجيبه زي هو ممكن وكيل يجيب رئيس الناد عشان يسهلوا شغله؟ اه طبعاً بتهزر في الممتاز بيه موجودة؟ طب تأسيره الزعر يعني جيبه زي رئيس الناد لصد انتخاباته وجماعات عمومية ايو بيبقى هو بيصرف على الحملة الاندية في الممتاز بيه العدد بيبقى قليل جداً يعني يصرف على الحملة بتاعته؟ وليه لأ بيحصل بجد كده؟ اوه يعني انا شاهد على وقع يعني ها؟ معلومة شهادة على وقعها؟ اه والله 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 العظيم بتكلم بجد في القسم التاني؟ اه في القسم التاني اه رئيس نادي جه اه رئيس نادي جه عشان ده عايزه الوكيل ده عايزه طب جابوا ازاي؟ محبرة الاجراء جابوا ازاي هو من البلد نفسها دعاله وصرف وعمل كل حاجة اه كل حاجة خد بالك احنا عندنا قضايا يا كابتن سايد بجد البيضة عن الواقع نفسها يعني يعني عندنا قضايا اسمال ناشئين عندنا قضايا اسمها الاجانب اللي هما بيدوفوش للكرة المصرية حاجة عندنا قضايا اسمها المرتبات اللي بات ضخمة جدا 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 في الدول المصري وانتك كرة مصرية زيرو عندنا قضايا تختار مداربين المنتخبات عندنا قضايا كتير جدا يعني محتاجين نعمل مرتين في اليوم بوكس طو بوكس وبالذات موضوع اختارات مداربين الناشئين والكلام دوت دي بالحب مش بالكفاء اه بالحب انا ممكن نبتح القضايا دي لو هتديني امثلة بعد كده والله لأ نعمل حلقة واجب لك اسامي هتقول ان اه والله هجب لك اسامي اه اه اتعينت واسامي دخلة واسامي خارجة ومين اللي حط ده ومين اللي حط ده ومين اللي حط ده عالهوى عالهوى وعد وعد والله في اندية كبيرة في اندية كبيرة اه واسماقة معروفة اه طبعا بص اه استاذ شابانة دايما عايز بس لا انا اتعى كورة انا اتعى كورة بس بص انا اكلمني في الكورة اكلمني في المواتشيات هتلاقيني شغال اي حاجة تانيلا بص يا كابتن شابانة عايز بقولك على حاجة بس وكابتن سيد اه لو في جسم الجرح لو مشلتوش وتحملت قلمه مش هتخف مش هتخف انما الناس دايما اللي يقولك انا مليش دعو بحاجة انا بس كده طبعا انت القصدك ان احنا لما نقش موضوع احنا بنلمس الجرح بالزبط كده يعني ها مش قصد من رأى منكم منكرن فليغيره طبعا فإن لم يقدر فلم يقدر فلم يقدر فبقلب فاز يضعف الامام بالاضافة كمان ان المنافقين في استرفة فإن لم يستطع فبقلب بالزبط والمنافقين فالدرك الاسفل من النغار دا اللي عايز اتكلم عنه ايه النصيحة على الملأ فضيحة ايه ايه بس دا لو لبنك او لصديقك بس انت تتكلم بس الموضوعات انت تتلم في المجال يعني انا دلوقتي في برنامج استاذ شبانة حاجة مش عاجباني انا اعلى علاقة بيك اه طبع بس دي خشوصية خلي بالك خلي بالك هقولك هكلمك هقولك ايه استاذ شبانة خلي بالك يعني في واحد اتنين ثلاثة قلت لك مرة واثنين وتلاثة فانت انت حر اه فانت مسماتش جت الفرصة ان انا هقولها بعد كده هقولها انما انا عملت دوري الاول لان انا عرفك معرفة شخصية بس تتكلم دي لما تبقى بتاعت بس الشبانة بتتكلم في خصوصية هنا بتاعت مصر بتاعت ويادنا ويادنا ولد ويادهم لكن في موضوعات يا كابتن الامور تختلف بتبقى عامة يعني مثلا بتتكلم في وكلاء لعبين هم فعلا متسببين في مشاكل في وسط كرات القدم وبقت فيه اسعار مبالغ فيها نتيجة تدخل وكلاء اللاعبين ما فيه شك يعني دا دا واضح العين بتتكلم في اللاعبين الأجانب اللي بصامبت راجع جدا فيه نقطتين فيه نقطتين متكلم بصراحة نقطة انت عايز توصل رسالة للجمهور ولا عايز تحل عايز تحل طبعا بس وهدف وهدف التحقير او النقد ايه اي قضية اي قضية اي قضية بيبقى هدفك ان انت تحلها طبعا يعني نجاحك ان انت تحلها مش نجاحك ان انت تباينها نجاحي مش ان انا حلها لا تساعد في حلها نجاحي ان انا اطرح لان انا مش صاحب القرار طيح احنا كاعلام انا كاعلام دورنا الطرح يعني انا فتحت ملف مثلا حد اختلس فلوس انا بدي مثال مثلا مش انا اللي بقرر حبسه او تحقيق معاه انا نجاحي في اثبات ما اطرحه يعني احنا اذا نبتعضيه نسبتها وبنقول لجمال حل واحد اثنين ثلاثة المسؤول استجاب او ما استجابش ده بقى مش احنا اللي بقى لو واحد زي حالاتي كده عادي يزن 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 كده بس الشيطان انا انا كنت بعمل برنامج قبل كده تخيال ان البرنامج ده في ناس جوم دفعوا فلوس عشان البرنامج ما يطلعش ديوه انت طيب قوي احنا يا ما حصل لنا عشان كنت بكلم في عضايا اخلاقية كنت بكلم على موسول وكنت بستاشهد برئيس الجمهورية والناس اللي موجودة الموضوع سمع فجوم جزروا الموضوع من تحت عشان ما اطلعش تاني يعني هقولك الحاجة الخبير التحكيمي ده انا كنت سبب يعني بالنسبة 90% ان يجي خبير تحكيمي اجنبه مفيش مرة كنت بطلع فيها استضافت كل الحكام وعايز حد لازم يجي حد والدرجة ان انا جت التجربة السعودية كلها عبارة عن عن ملفات عشان الناس تعتمدها وتمشي عليها طبحتها يعني اه فاللي بتكلم عليه ان ان احنا بنتكلم في المستقبل لا اكسر كابتن ساد انت مصعبان عليك انا اسف يعني انت مصعبان عليكم تتفرج كده وما فيش منتخب مصر بجد لا وعلى فكرة بس عشان الكلين بقى واضح الكابتن ساد يقصد انه طرح القضايا ليس للإثارة وانما للحل ايوة اهو كابتن ساد دايما من نهجه نهجه كده فهو بس بيؤكد على الجانب الإيجابي من الطرح انا اللي بتكلم عليه انه كابتن سيد وفي مجموعة جبيرة كده زي كابتن سيد اللي هم ايه اللي هم ايه اللي هم مناش دعوة لا مش مناش دعوة خود للحل للإيجابات للحل دا لما يبقى حاجة شخصية لما تبقى حاجة شخصية ممكن اقول لها حضرتك على حاجة ممكن اجا اقولك ايه اقول لك كابتن سيد انت كذا كذا انما لما تبقى حاجة لمصر لا الامور لا يعني لمصر ماشي اي قضية احنا منقشها مع التصالح للبلد كقضية عامة تقصد يعني اي قضية عامة لكن هو كابتن ساد هو كابتن تدمعانا في نفس الخط ومش ضد بس هو عايز يوضح انه انه في بعض الاحيان في ناس تسير فقط يعني لجل الاصارة مش لجل انه بخش في عمق القضية يعني احنا ما نجي نقاش قضية زيما انت بتقول الناس بتعاني بالحب سي مثلا لازم انا بابقى جايب مو دا انتاجهم ايه بطولاتهم ايه طلعوا كم ناشئ ممكن يكون بتعاني بالحب ونجح فلازم انا برضو انا بطرح اقول بتعاني بالحب وفي نفس الوقت انتاجه سلبي وكذا دا اللي مقصود يعني طب انا بس عندي فاصل ممكن نطلعوا ولا نكمل ملعباش هاطلع بس انت اكيد طب